وسط تصاعد حدة التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل تستمر المساعي الأوروبية لنزع فتيل التوترات وكشف موقع إكسيوس عن اتفاق يلزم كل من حزب الله وإسرائيل بتنفيذه مقابل تدبير اقتصادية ستدعم الاقتصاد اللبناني المزيد في العرض التالي واشنطن وحلفاء الأوروبيون يأملون الإعلان قريبا عن خطوات للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله لنزع فتيل التوترات واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هذا ما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكا الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أمال واشنطن وأربعة من حلفاء الأوروبيين بالإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن سلسلة من الالتزامات التي تعحدت بها إسرائيل وحزب الله المصادر ذاتها قالت أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يتجهون الإعلان عن تدبير وصفوها بالاقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني من جهة وتسهيل قبول الاتفاق على حزب الله من جهة أخرى بحسب أكسيوس لكن ما هي التفاصيل؟ التفاهمات بحسب أكسيوس ستتضمن التزاما من الطرفين بوقف المناوشات الحدودية ومن المتوقع الزام حزب الله بتراجع كافة قواته إلى بعد عشر كيلومترات على الأقل من الحدود الإسرائيلية مقابل وقف التحليق الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية كما ستلتزم تل أبيب بسحب بعض قواتها من جنود الاحتياط التي حشدتها على طول الحدود خلال الأشهر الأربعة الماضية كل هذا يأتي وسط رفض البيت الأبيض التعليق على تسريبات أكسيوس إلا أن مسؤولا أمريكيا اكتفى بالتأكيد على ضرورة إعادة اللبنانيين والإسرائيليين مما نزحوا هربا من نيران القصف المتبادل